اشتركوا في القناة نحمي نفسنا خلال العمل وما بعد فترات العمل لحد الرجوع في اليوم التاني للمنشأة الصحية بتاعاتنا النهاردة هنتكلم على حالات التعرض لمرضى الكوفيد فيه نوعين للتعرض لمرضى الكوفيد إما أنا بتعامل مع مريض في داخل المستشفى اكتشفت إنه عنده كوفيد أو اتعاملت معه في مستشفى عزل لو أنا لابس أو مش لابس بواقعات شخصية المناسبة بتاعتي الحالة التانية إن أنا أتعامل مع زميل من زملاء الفريق الطبي ظهرت عليه أعراض الكوفيد أو تأكدت إنه هو مريض بمعرض الكورونا المستجد في حالة إن أنا أتعرض لمريض داخل المستشفى ما كنتش عارف إنه عنده المرض ده أو إن أنا أتعرضت ليه في مستشفى العزل سواء لابس أو مش لابس بواقعات شخصية المناسبة بعمل حاجة اسمها الانفكشن كنترول تيم أو فريق مكافة العدوى اللي عندك في المستشفى هيعمل حاجة اسمها بتاع موظمة الصحة العالمية أو تقييم المخاطر اللي جاي من موظمة الصحة العالمية وده تقييم بيتعمل في جميع دول العالم ده كوستشينير أو استبيان في كذا سؤال في الآخر بيقولك فريق مكافة العدوى أنت كده تعتبر تعرض تعرض خطير أو تعرض تعرض غير خطير لو إحنا تعرضنا تعرض خطير اللي هو بمثال مثلا أنا كنت بتعامل مع عيان في المستشفى بتعامل معه في مستشفى عامة أو مستشفى مركزية غير مخصصة لعزل المرضى الكوفيد واتضح بعد فترة إنه كان مريض كوفيد فبنرجع نعمل لك الكوستشينير ده ونشوف أنت كنت لابسوا الوقات الشخصية المناسبة أو لا ده مثال إذا كنت ما انتش لابسوا الوقات الشخصية المناسبة فتبقى أنت كده تعرض تعرض خطير ساعتها بنسحب بناخد مسحة وبنعزلك عن العمل الفترة اللي بتحدد حسب الجائح حاليا هي 14 يوم قد تتغير في الفترة القادمة حسب الاحتياج للفريق الصح وعلى نتائج العينة بنقول أن أنت بتستمر في العزل حتى لو طلعت سلبية بتستمر في العزل لحد ما تخلص مدة العزل إذا ما ظهرش أعراض بترجع تاني العمل طيب بقية الفريق الصحي اللي هو طلع أنه هو غير لم يتعرض تعرض خطير أو تعرض تعرض غير خطير فده بيرقب نفسه لمدة 14 يوم لو طلع عنده أي أعراض بيبلغ عن نفسه خصوصا أنه إحنا فرضنا على المستشفات أنها تعمل مسح صباحي لجميع العاملين في المستشفى من ناحية وجود أعراض أو وجود حرارة زايدة عندهم علشان لو طلع كده بيتجنب وبنعمل معه بقية الفحصات عشان يتأكد هل هو سليم أم مصاب بمرض الكوفيد النوع الثاني أن أنا تعرض لتعرض زميل من الزملاء في الفريق الطبي يتضح أنه عنده المرض يتأكد أو تطلع عنده أعراض فساعتها بقية المخلطين لي بيعتبروا أن هم خطورتهم قليلة فبيرقبوا نفسهم لمدة 14 يوم برضو إذا ظهرت عليهم أعراض فبيبلغوا الإدارة بتاعتهم بالنسبة لمساحات الPCR اللي هي ممكن في ناس كتير بتفتكر أن هي دي الأسلوب اللي أنا بطمن به نفسي هنقشها في الكم ديئة اللي جايين الPCR دي مسحة تتاخد بتشوف إذا كان الفيروس موجود ولا لا لكن إمتى هتجيب نتائج كويسة كلما تأخر يعني كلما يبقى بعد 48 ساعة من التعرض كلما يبقى أفضل أول 24 ساعة بتبقى نتائجها لا تزيد عن 60% حساسية معنى كده أن كل 10 مصابين أربعة هيطلعوا سلبيين فاهمين أن هم سلبيين بينما هم عندهم المرض أعلى حاجة فيها أعلى حساسية فيها بتبقى ساعة ظهور الأعراض بتبقى ساعتها حوالي 83% النتائج بتاعتها يعني برضو حوالي 2 من كل 10 هيظنوا أن هم سلبيين بس هتبقى هم إيجابيين طيب السؤال هو لما هتبقى سلبي هتتصرف إزاي إذا كنت معتقد أن أنت لما هتبقى سلبي هتتصرف بأريحية مع البيت ونقز مايلك تتصرفه معك بأريحية فهذا خطأ كبير جدا لأن زي ما قلنا من 2 إلى 4 كل 10 هيبقى بوستف غير كده أنت معرض ما زلت معرض وغيرك ما زال معرض منك أي وقت من أوقات الأيام اللي جاية تأكد أن في حد إيجابي في اللي حواليك فلازم تتعامل على أساس أن أنت ممكن تكون مصاب علشان ما تقزيش حد من اللي حواليك أو حد من اللي حواليك مصاب عشان ما تخدش أنت العدو هنحمي نفسنا إزاي بكلمتين فإحنا قلناهم قبل كده بالتفصيل لكن هنتكلم عنهم كلمتين في آخر اللقاء طيب إيه الأسباب التانية اللي بتخليني ما اعتمدش على البي سي آر أو السحبة دي علشان أطمن اللي موجودين أنت دلوقتي لما بتقيس قلنا أن هو 24 ساعة إلى 48 ساعة علشان تظهر النتيجة قريبة من المستوى اللي إحنا عايزينه اللي هو بيقرب من 80% حساسية طب التعرض بتاع النهاردة الصبح أخباره إيه بعد ما أخذ المسحة التعرض وإنت مروح أخباره إيه فإنت علشان تفضل متطمن بس بالمساحات أنت محتاج تعمل تقريبا مسحة كل 12 ساعة وده مش حاجة منطقية أو حاجة لها فايدة فإنت انسى موضوع المساحات دي أن هو ده اللي بيأمنك الحاجة الوحيدة اللي بتأمنك طوق النجاب النسبة لك هو الالتزام بتوصيات مكافة العدوى اللي إحنا تكلمنا عليها كتير قبل كده واللي إحنا هنقولها في كلمتين أولا أنك تحافظ على التباعد الآمن بينك وبين كل اللي بتعمل معهم من أول ما بتطلع من البيت لحد ما ترجع البيت تاني وحتى داخل البيت هنحاول نحن نحافظ على المسافات دي صعبة أكيد صعبة طبعا وهو تحدي الفترة اللي جاية وهو شيء إحنا مش بتعودين عليه لكن إحنا مش عارفين الموضوع ده هيخلص إمتى ولازم نتعود على كده تاني حاجة إن إحنا نلبس الواقع التنفسي في المستشفى في تعاملات المستشفى كلها الغير مسموح بأقل من المسك الجراحي اللي هو اللي إحنا متعودين عليه الناس الآخرين في المجتمع الغير اللي بيشتغلوا في المجال الطبي ممكن يستخدموا أي نوع من أنواع المسكات في التعامل جوه الرعاية المركزة لا تنازل عنك تستخدم الإن 95 في غير كده أنت محتاج المسك الجراح عشان تأمن نفسك طيب لما بروح البيت زي ما اتفقنا نحاول نبعد عن الريسك جروبس أو الناس اللي ممكن تكون الإصابة عندهم هتعمل لهم مشاكل كبيرة زي الوالد والوالدة لأي حد كبير في السن أي حد مصاب أمراض غير يعني الأمراض التنفسية أو أمراض مزمنة زي السكر أو الضغط أو القلب دولة بيقوا معرضين لو تصابوا بالمرض هيجي لهم مشاكل كبيرة جدا نبعد برضو عن الحوامل رغم أن اتضح أن الحوامل ودلوقتي النهائي بتاعهم ما بيبقاش فيهم إصابة خطيرة زي بقية المصابين لكن أنا أعتقد أن نفسيا العائلة ما بتبقاش مستعدة أن الحوامل اللي موجودة تصاب بمرض زي كده وتدخل في مسألة الجنين هيبقى أخبروا إيه والحاجات دي فبرضو نبعد عن الحوامل اللي موجودين في المنزل دولة لا تقرب منهم ولا ينزلوا جيبوا حاجة من يخدموا نفسهم يعني دولة مفروض أنهم ما ينزلوش الشارع خلال الفترة اللي جاية إيه تاني ممكن نعمله علشان نبتدي نعالج الأخطاء اللي بتحصل تخلي فيه إصابات في فريق الطبي لازم نبص على المعدلات اللي عندنا أخبارها كل اللي هتكلم عليه دلوقتي ده إصابات داخل المنشأة الصحية يعني لو هي تعتبر تعتبر إصابات سبابها العمل أنا عندي الأحصائي بتقول أن المصابين السيدات أكتر من المصابين الرجالة الإصابات في القاهرة أعلى إصابات في الجمهورية برضو دي حاجة عايزة تتبحث لأن المنشآت الصحية تعتبر في حتة تانية كتير غير القاهرة قريبة في العدد بتاعها من القاهرة دي لازم تتبحث في الفترة اللي جاية أماكن الإصابة أماكن الإصابة أماكن اللي أنا بتصاب فيها عندي 13% تقريبا من المجتمع من برة المستشفى عندي حوالي 23% إصابة تعامل مباشر مع مريض عندي حوالي 37% إصابة من الاختلاط داخل المنشآة الاختلاط داخل المنشآة دي يعني كل ده داخل المنشآة الصحية طبعا دي تفسير لازم نحلل البيانات عشان نعرف نوجه مجهودنا فين إصابات داخل المنشآة الصحية في أماكن استراحات الأطباء والتمريض والعمال والفنيين كل الفئات بتاعت المستشفى في الأماكن اللي يمكن ألبس فيها مصك زي المطاعم أو أماكن النوم لذلك لازم نركز قوي مدام النسبة عالية كده في الأماكن دي لازم نركز كويس قوي زي نعالج الموضوع ده لا يمكن أسمح إن السراير اللي موجودة في السكن تبقى أقل من متر متر ونص تباعد بينها وبين بعضيها لو هننام مضطرين ننام اتنين في نفس الغرفة أو تلاتة في نفس الغرفة إن المسافة تبقى أقل مش أقل من متر ونص يناموا خلف خلاف حتى لو هم دورين القدم عند الرأس والرأس عند القدم في المقابل تعامل الحمامات والأسرة معاملة الأسرة والحمامات بتاعت المرضى بحيث إنها دايما تتطهر كل يوم زي ما بنتعامل مع أسرة المرضى المطاعم مفهوض إن احنا ما يبقاش فيه أقل من متر متر ونص بيننا وبين بعض خصوصا شهر رمضان مباركة ما بنيجي نفطر جماعة فمفهوض إن احنا ما نقللش ما سابت عن كده غسل الإيدين الحاجة الوحيدة اللي بتخلي البيئة لها خطورة إن أنا ألمس وأقرب على وجهي أنا أتلامس زي ما أنا عايز يعني أقل للتلامس طبعا عد ما أقدر لكن لو أتلامس ما فيش خطورة الخطورة الوحيدة إن أنا أرجع أخدها في نفسي من غير أما أغسلها بالماء والصابون أو أطهرها بالكحول أتمنى إن احنا نكون لخصنا في الدقائق دي نعمل إيه باع في التعرض ونمنع التعرض إزاي ربنا يحميكم وأنا شايف فيكم يعني تفسير للآية القرآنية والذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ربنا يحميكم وحماكم إلى الفترة القادمة وحما بكم مصر بإذن الله وشكرا ترجمة نانسي قنقر